أنا أقول لنهاردة الأهلي بيكشف عن رقب قميس طاهر محمد طار في الموسم الجديد مع النادي الأهلي وانضمامه للنادي الأهلي محمد طار اختار رقم 27 يعني هو الراجل اللي كمان يعني علق على الرقم أن يوم 27 ده يوم المباراة النهائمة بين الأهلي والزمالك وأنه متفائل بهذا اليوم بالمكسب النادي الأهلي بطولة أفرخي أمام نادي زمالك وبالتالي رقم 27 يوم تفائل بالنسبة له ورقم تفائل بالنسبة له طبعا كان فيه اجتماع ما كانت تنسى العبد الحفيز اتكلموا في حاجات كتير اتكلموا مع موسماني وكان طبعا فيه استفسار عن إصابة طاهر في العضلة الأمامية وإيه اللي حصل فيه تدريبة المنتخب وبالتالي كان جلسة مهمة جدا مع أيضا موسماني اللي بيتطمن عليه أيضا من خلال هذه الجلسة كان فيه أيضا أشعل طاهر محمد طاهر لاتمئنان على ما أو اللي موجود فيه العضلة وإيه اللي حصل في العضلة وإيه محتاجة قد إيه من العلاج وبالتالي أيضا دي أشعل الاتمئنان على إصابة طاهر محمد طاهر من خلال إصابات اللي المتواجدة داخل نادي الآليكة تصير حفيز بيوضح إصابة محمود وحيد وإن طبعا عايز أقول لكم أن بالعيب ما بيقعد فترة طويلة ما بيلعبش دايما بتبقى العضلات بتاعته مش جاهزة فما بيبتدي يشتغل بقوة أكتر ممكن العضلة الصاب ممكن يبقى فيه تقل كده شوية في العضلة لكن مع وجوده في التدريبات مع المباريات العضلة بتبقى فيها عملية من العمليات اللي هي إيه الاستيبل أو الاستقرار دايما فبالتالي محمود وحيد بعيد عن المشاركة وممكن كان فيه قبل كده إصابة وبالتالي عودته من غير المشاركة باستمرار بتخلي إلى حد ما معرض للإصابة وكان الإصابة بتاعته أو من خلال التوضيح كانت تنسى العبد الحفيز لهذه الإصابة وتؤلف العضلة وده زي ما بقول لكم ده ممكن يكون طبيعي لأي لعب ممكن بقاله فترة ما بيلعبش أيضا كان سيد بيوضح سبب غياب الكهرباء وصالح جمعا الاتنين أخدوا إذن من الكابتن سالح الحفيز للغياب عن التمرين وبالتالي شيء طبيعي بس هو كابتن سالح بيوضح عشان بعض الأمور ممكن بتروح في اتجاه تاني إن اللاعبة بتغيب اللاعبة بتعمل مشاكل لكن كابتن سالح الحفيز أكد إن الاتنين اللاعبين أخدوا إذن كل واحد منفرد عن التاني بخصوص الزمالك الزمالك بيحصل على توقيع أمير عادل بالإيميل لاعب موجود في الدور البلجيكي نادي الزمالك بيحصل على توقيعه عبر الإنترنت عبر الإيميل وبالتالي الأمور بالنسبة لهذا اللاعب بتقترب من وجوده في القاهرة للانضمام لنادي الزمالك أيضا الزمالك بيعلن عودة أبو الفتوح الموسم المقبل انتهت أعارة اللاعب مع اسموحة وبالتالي يعود أيضا مرة أخرى لنادي الزمالك وأعتقد أن أبو الفتوح هيكمل في نادي الزمالك هذا الموسم أيضا البنك الأهلي بيطلب التعاقد مع عمر السعيد كانت محمد يوسف أثنى على اللاعب وأكد لإدارة البنك الأهلي أنه محتاج هذا اللاعب لعب نادي الزمالك وفرود نادي الزمالك لكن يمكن هذا الموسم ما أخدش فرص كتير وبالتالي فرصته فيه التواجد في نادي البنك الأهلي ويرجع مرة أخرى للتقالق أعتقد شيء مهم جدا لعمر السعيد بشيكو بيحسم مصير روقة أو محمد أشهر فروق اللاعب خط وسط الزمالك والمعار لنادي طلع الجيش واللي انتهت أعارته هذا الموسم بنهاية هذا الموسم وفكرة العودة مرة أخرى لنادي الزمالك بيكون موجودة تحت طبعا أمر بشيكو هو اللي هشوف هو محتاجه هل هو اللاعب هستفد به ولا لأ ده طبعا من خلال الفترة القادمة ورأي بشيكو فيه هذا اللعب